موسيقى مرحب بحضراتكم مجددا الجزء التاني زي ما وعدناكم هنتكلم فيه عن الاقتصاد المصري وجدرته وزي قدر يعبر كثير من الازمات ويعبر ان شاء الله الازمة الحالية لازمة عالمية مش متعلقة بس باداء الاقتصاد المصري ورغم ذلك المؤسسات الدولية زي ستاندرد اند بورز ثبتت التصنيف الاقتماني لمصر سواء بالعملة المحلية او العملة الاجنبية عند مستوى بي بي مع الابقاء على نظرة مستقبلية مستقر كمان كانت مؤسسة فيتش لتصنيف الاقتماني ثبتت هذه النظرة وده الحياة بيعد يعني موقف او شهادة جديدة من المؤسسات الدولية في صلابة الاقتصاد المصري الى اي مدى هذا الكلام دقيق واحنا بنقدم رسالة تطمينات يعني بعيدا عن الكلام المعسول من خلال كبار المتخصصين في هذا المجال خصوصا احنا مقدرين حجم الضغط والتباطئ التجاري وزيادة الشحن حول العالم بشكل اقتصادية كتير العالم كله بيمر بيها احنا فين؟ خلونا نرحب بضيف الكريم دكتور تامير ورابي الخبير الاقتصادي والباحث بمعهد تخطيط القومي انا سعى دكتور اهلا بحضب الشريك في البداية انا عارف ان كل الشعب او معظمه على الاقل مجغول جدا بحال مصر الاقتصادي وبيسمع كتير تقارير ومصر خلاص الدولار ارتفع جدا والحل الاقتصادي مفيش والاسعار غلط وفي تضخم ففي تضارف الاقوال والمفاهيم وده مشكلة يعني كنا بنتكلم عن وحضرك قبل الحلقة ان مشكلتنا كمان في نقص في المعلومات طبعا لان احنا اساسا اساس الموضوع كله قبل كلمة الاقتصاد هو معركة اسمع معركة الوعي اللي كلنا بالندي بي صرامة فيه معركة وعي ومافوزناش فيها لسه فوز كامل وفوز صاحق يبقى مازال عندنا تبقى بلبلة تبقى نحن لسه في الملعب عشان الحكم يصفر لمعركة الوعي ويقول كده فازت مصر في معركة الوعي خلاص يبقى بالتالي ننجو بالاقتصاد المصري لبرى الامان باذن الله نرجع لموضوعنا اللي حباك بتسألنا فيه اللي هو فقا مؤسسة ستاندرد انت بورزو وتقريرها وإيه عشان المواطن أو المشاهد المصري الجميل يعرف يعني ايه تقليل أساسا بتصدر عن الاقتصاد المصري التقليل العالمي وإيه معناها وليه بتصدر أول حاجة نقدر نقول أهم ثلاث مؤسسات ووكالات عالمية تصنف مصري اعتماليا هي ستاندرد انت بورز فيتش مودز هذه الثلاث مؤسسات ببساطة جدا لأن طبعا فكرة البساطة في الاقتصاد ده أهم نقطة عشان المشاهد دايما أولا كمان بتعلم من أي حد أنا لما جاء صنف حد أقول ده فيئة أولى مثلا في التعليم دولة ده فيئة تانية أو لما جاء فيه دولة متقدمة دول نامية دول صعادة هكذا المؤسسات دي بتصنف الدول على أساس قدرتها المالية على السادات يبقى تاني السلاث مؤسسات الاقتمالية العالمية تصنف الدول للسداد وليس قدرتها أنها عندها فلوس والاقتصاد بتاعها كويس ولا لا ده هي قدرت قادر تفي بالتزامات بالتزامات الآخرية يبقى نرجع بقى للتقرير اللي صدر تحديدا يوم 5 إبريل ده كان مشكلة بالنسبة لنا تقرير الوكالة العالمية المهمة جدا اللي قالت في تقريرها إيه إن إحنا وصلنا زي ما إحنا لبي بي زي ما حدك قلت ونقول مفهوم إيه بي بي برده عشان برده ونبقى عارفين البي بي معناه إن إحنا إحناك إحتمالية لسداد الديون مع وجود إحتمالية للمخاطرة اللي اتنين احتمال تبدايق المواطن لا ما إلوهش المؤسسات دي بتصدر تقريرها بناء على أرقاب بناء على واقع كلمة الاحتمالية عندها للسداد يعني أنا عديت الـ 50% لو أنا أقل من 50% في الاحتمال بتاعي يقوم يقول إيه يقول إنت بي مش بي بي يعني مش تو بي ليه بي يقول إنت عندك احتمالية لعدم السداد لكن طول ما أنا فوق 50% بيعندي احتمالية أكبر للسداد البي الأخرى اللي هي عندك احتمال وجود مخاطرة هو مش هيجزب كمؤسسة أو كوكال عالمية لأنه يبقى في يعني كيارس طبيعية في مشاجر نربط بقى حضراتك التأريد بتاعت هذه المؤسسات بما يحدث حولنا في العالم وقيادتنا وإدارة الأزمة في كوفيد كانت أقول أن هي جيدة جدا ممتاز أمانة تكاد تكون اقتربت من الحالة الممتازة مع وجود بعض السلبيات ولكن لو دولة أخرى بخلاف مصر لما حققت أي نمو بل بالعكس إحنا حققنا نمو في ظل كوفيد 19 وطبعا دولة من عدد أليم من دول بالضبط بالضبط فهمنا ولكن لم نعلن إفلاسنا زي دول أعلنت إفلاسها في كوفيد 19 ولكن لم نتوقع هذه الكارثة الأخرى وهي حرب روسيا أوكراميا التي أثرت على العالم بأكمله وخصوصا أننا عندنا دايما عجز في الموازنة العامة طيب هو أساسا عشان بس نبقى عارفين الاقتصاد في مجمله ما هو الموضوع كله اقتصاد بلدنا ووضوع إيه مش علاق مش إحنا مصر بس العالم كله واختصاد ده علم افتراري أساسا يعني افتراري هو بيكلم عن حاجتين اتنين بس عرض وطلب أو سعر وكمية ودايما في جملة بنقولها عندنا في الاقتصاد دايما نقول إيه مع سبات كافة العوامل الأخرى طبعا هنا بقى نقف هنا الكارسة والاقتصاد اصلاه السياسة والسياسة اقتصاد هو شديد تأصل هنا الكارسة ليه في الجملة دي لأن لا يمكن هذا العلم يطبق بالواقع أو على أرض الواقع داخل الدول الصاعدة أو النامية زي مصر احنا دولة نعتبر دولة اسمها دولة صاعدة طبعا فيه سبات للعوامل لا ما هو دليل كارسة روسيا هو بقى إذا ما فيه سبات للعوامل اللي حوالين يبقى هنا ما يجيش أهل اللي احنا بسموهم أهل الشر أو اللي هم اللي ليس لديهم معلومات أو الجهلاء زي ما بيقولوا ويجيقول ده مصر هتعلن إفلاس هستي تأريد ستاندرد أو تأريد فتش يقول كده لا هو ما قالش كده التأريد هم بيدوللوا الشعب المصري لأن الشعب المصري للأسف ليس لديه المعلومات المعلومة الكافية فبيلعب هو على المعلومة دي لكن الحقيقة التأريد زقر القاتي بالضبط تحديدا التأريد قال هناك مصر بي بي ما زالت هناك نظرة مستقبلية هناك احتمالية لسداد الدين أو الديون المستحقة على مصر هناك احتمالية لوجود مخاطرة نظرا لحرب كذا كذا يا رسرة طيب بناء على ذلك فقامت الرئيس عفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية يعني أنا كنت منتظر اللي هو قاله في صراحة واللي عمل الستاشر قرار اللي أخذهم الرئيس وأعلنهم على الشعب المصري يمسوا هذا الموضوع ويمسوا حل المصريين عظيم ويمسوا كل من يطلب شيء داخل نفسه ومش عارف يقوله أو مش قادر يقوله وممكن لو حدت نحب نقول أهم قرارات يعني إذا كرر الرئيس تخص هذا الموضوع فضل كان أهمها إن هو نطرح تكليف بطرح بعض الشركات حصص حصص في بعض الشركات المملوكة للدولة المصرية في البورصة كمان تكليف بتطرح حصص مملوكة للكوات المسلحة في البورصة كل القطاع الخاص بيقول أو معظم المصريين الذين لا يعلمون وضع مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام بيقول ده كل حاجة القطاع الحكومة هو اللي وخدها ده الجيش هو اللي ياخد كل المشروعات لا أنا أقول له الجيش هو بيشرف على المشروعات لكن مش واخد كل مشروعات كون كلها شركات خاصة بالزبط ومش عايزين نسكول أسماء شركات معظمها شركات خاصة مصرية خالصة ولكن إحنا بس عايزة نضيف نقطة مهمة من ناحية مشاركة القطاع الخاص بعشرة مليار دولار زي ما قال فخمت الرئيس سيادة الرئيس وده هيساعدنا كلنا وهيعمل حركة اقتصادية ممتازة الفترة اللي جاية وخصوصا مشاركة القطاع الخاص بما يملكه من أدوات للعمل وبما يملكه من عمالة تزيد عن العمالة الموجودة بالقطاع الحكومي ده أمر طبيعي فبالتالي هيكون في حركة رأس مال زيادة هيكون في حركة للعمل هيكون في تدوير لرأس المال هيكون في تشغيل مصانع أكبر هيكون في تشغيل عمالة كتير وده أمر كنا بنطلب به لكن في حاجة في حاجة اسمها قانون مشاركة ما بين قطاعي العام والخاص ده لابد من تعديله لأن كان في مشاركة آه فيه هو قانون معروف لابد من تعديل بعض المواد الخاصة وده طبيعي مع كل تطور اللي جاية دي لأن سيادة الرئيس مش معقول مش معقول لا يمكن هيجي يقول اعملوا خلي القطاع الخاص يشارك القطاع العام وعمل لي المواد كذا وكذا وكذا لا يمكن رئيس بيحط ده عامل متخصصين عايزين متخصصين ده توجيه هو بيكلف الحكومة يبال الحكومة هنا تكون ايه تنفس حكومة وعية ناصحة واخد بالها كويس قوي من لما تيجي تنفس شيء يقص الاجتصال المصري تحاوط او تحتاط الامور كلها عزي مش منهل ما نعملش تنفيذ خطط على ورق مع احترامي للحكومة حكومة انجزت مما لا تنجزه الحكومات السابقة في العهد السابق ولكن ينخصنا تنفيذ كافة الخطط التي تضعها الحكومة المصرية بدقة مع مراعاة ان هناك مازال عجز شديد في المزان التجاري ومن اعتمدش طيب ازاي ندعو نتغلب على العجز سواء في المزان التجاري او مزان المدفوعات المزان التجاري هو العلاقة ما بين الصدرات والردات ورداتي اكبر من صدراتي يبقى في عجز صدراتي اكبر من ورداتي يبقى في فائد واحنا طوله عمرنا عندنا عجز للأسف طب نقدر نتحكم طب بنستورد اكثر بنستورد بزاق نقال الفاتورة الاستراد واحنا حاليا من قرارات الوزارية الخاصة وزارة المالية او مستحة الجامريك قلصت من موضوع الفاتورة الاسترادية ولو اننا كان لدينا تعقب على الجزئة دي ان احنا ننتظر شوية بعض السلع او ندي مهلة لمستوردين يقدروا وفقوا اوضاعهم مع البنوك خصوصا في موضوع الاعتمادات المستندية اللي هو قال له هنلغي مستندة التحصيل ونشتغل بحاجة اسمها الاعتماد المستندي اللي خلى البضاعة تتأخر ولغينا معظم السلع الاسترادية العلاج اقول له هك سريعا العلاج الرشدة العلاجية الاقتصادية في هذا الوضع الوضع او مزان التجالي رقم واحد لازم وراعي كويس جدا ازاي اعلي في فاتورة الصادرات بتاعتي اعليها بالكلام ولا بالفعل عندي مجلس بالانتاج يبقى رقم واحد انتاج رقم اتنين عندي مصدر حلقة المصدر ده المصدر ده انا ما اسمعش كده كحكومة اقول له كله تمام لا مش كله تمام المصدر لازم اعرف ايه مشاكله في سرعة زي ما الرئيس سيد الرئيس قال هنعمل تكليف هنجمع كل القوى السياسية او كل اللي عنده مشاكل يعني بالبساطة كده للمشاهد المصري عشان يقول لنا ايه المشكلات اللي بتعوق المصريين في حالهم الاقتصاد اول مشكلة بتعوقنا هي اننا عايز اعلي الصادرات بتاعتي عشان اخفض او اقل للعجز في المزان التجاري اعليها ازاي اراعي المصدر في ايه اردوله ضربة المباعات بتاعته بسرعة ما اخرهاش رقم اتنين سرعة الاجراءات برضو مش بالكلام سرعة الاجراءات الفعلية الفعلية يعني ما يجيش المصدر يبقى فيه نظام الكتراني حديث وسيستم جميل جدا واقول له مثلا اسف ده فيه سيستم واق لا ما ينفعش كلام ده فزل الجمهورية الجديدة ما ينفعش اجا اقول سيستم واق رقم واحد رقم اتنين اننا عندي مجلس تصدير فين دوره من الاجندة التصديرية انا عايز اكون فيه مزارع بسيط في القرى المصرية عنده ليكون خمسين فدان بورتوان مولح باش فلح بسيط باش فلح بسيط انا اصدت اقول بسيط 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 انا اصدت بسيط في معلوماته فبسيط في معلوماته انا اجي اشوف المزارعين مشكلتهم في ان هو عنده انتاج والدولة بتصرف له السمات بتاعه وكل حاجة ما اوش عارف هيصدر ازاي فبالطر يدي لمكاتب تصدير والحلقة هنا بتفقد اهميتها لكن انا كدولة ممكن اساعده ازاي طيب خلني ارجع بسؤال تاني لحضرتك دكتور تامر بنتكلم عن الاصلاحات الهيكلية لشهيدة الاقتصاد المصري وساعدت في مواجهة هذه الصدمات بعد الفاصل اعود الى دكتور تامر حضرتكم مجددا وضيفي الكريمة دكتور تامر الارابي الخبير الاقتصادي والبحث بمعهد التخطيط القائم دكتور تامر طيب حدك قدمت لنا في بساطة بساطة العلماء يعني ماذا تعنيه هذه الشهادات من المؤسسات الدولية بخصوص الاقتصاد المصري ده شيء مطمئ طيب الى اي مدى الاصلاحات اللي تمت ساعدت في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعية واصبحنا اكثر قدرة على امتصاص الصدمات ونقدر امتى نبقى مستمرين في امتصاص هذا النوع من الصدمات العلم الحقيقي على كف عفريد كلهم عندنا مشاكل الحقيقي ان احنا عندنا زي ما تقول خلاص اتدربنا على الصدمات كورد ننتينتكت اكبر ازمة في العصر الحديث لان ازمة ليست صحية فقط هي ازمة صحية مالية وتدربنا عليها لمدة سنة ونص والحمد لله اكتازنا الامتحان زي ما يقول ونجحنا فيه ليه ان زي ما قلت فيه دول افلست بالفعل لكن احنا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الصمود وتوفير من ربنا وتوفير من ربنا وبفضل السياسة الاقتصادية الكواسة اللي تمت قبل كده وبرنامج الاصلاح ودارة الازمة كانت جيدة جدا زي ما قلت بمنتهى لأمانة والشافية طب احنا البرنامج الاقتصادي او الاصلاحات الهيكلية اللي تمت من 2016 حتى هذه اللحظة دورها ايه ووضعها ايه هقول لحضرتك مبادرات اللي اطلقها سيادة الرئيس هي اللي سندت الاقتصاد المصري او المواطن البسيط ده رقب واحد زي ايه مبادرة حياة كريمة بده انا ذكرتها كتير في حلقات كتير مبادرة حياة كريمة تستهدف 60 مليون مواطن مصري اكثر من نصف الشاشين ده حاجة ما كنا بنحلم به هي اكبر طبعا اكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم بشهادة الامم المتحدة في شهر نوفمبر 2021 اكبر مبادرة نرجع تاني لموضوع المشروعات القومية هل المشروعات القومية عشان كل واحد بيسألني يوعد معايا يقول لي المشروعات تتعمل ليه زي ما زي ما ساتر اسأل في الفطر العسر المصرية والناس بتقول نقف عن المشروعات ليها لازمة ليها لازمة المشروعات زي حضرتك البيت بالزبط او نقول زي المصنع بتاعي او الشركة بتاعتي لو ما فيش بنيان عندي للمصنع وعندي مكان بس فيش بنيان يعني هيكل بتاعي مش موجود او يكاد يكون هياقع ينفع عنتك وينفع اكل اولادي او اكل العمال عندي مستحيل يبقى هنا لابد كان لابد من وجود المشروعات القومية وان كان وان كان نحط وان كان دي دي حبت 100 ميت خط هناك بعض الاخطاء من الحكومة في تنفيذ بعض النقاط البسيطة ليه علشان احنا هل في مصر بس في كل حكومات العالم مفيش خطط تنفذ بنسبة 100% خصصا الخطط ايه الاقتصادية اصلا مش خطة تحارب ده خطة اقتصادية لها وجهات نظر نظريات افتراضية ايه كنز اللي هو ابو الاقتصاد كان ليه نظريات خطأ يعني كنز ابو الاقتصاد نفسه العالم كان ليه نظريات خطأ لم تطبق على رضي الواقع لكن هناك بعض الاخطاء التي يمكن تلافيها في ظل ظروف الازمة الحالية طيب المشروعات دي والمبادرات اللي عملناها هل اثرت ايجابيا بالتأكيد بالتأكيد اه طبعا ليه حققنا حوالي خمسة سبعة من عشرة نمو نمو العام المالي في فرص عام اه اه عشرين واحد وعشرين ما هو يقول الا 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 كوارث ده في علم الغيب ليست لها ما انا لسه بقول لها حضرتك انا في جملة قلناها في الاقتصاد معروفة اللي هي بتقوله مع سبات كافة العوامل المحيطة او الموجودة لا يمكن انا اعرف منين حضرتك دورة رأس المال بتاعة الدولة المصرية هتكون كاب مستحيل ملاش راقة بعلم الاقتصاد اعرف منين انه ممكن كان فيه كارثة تحصل وتأثر الاقتصاد يجي واحد خبير استراتيجي او خبير عسكري مع احترام الشريط اليوم يقول لي اه ما ديتها وقعات لازم نتنبأ به اقول له يا معالي يا فندي ما معاليك حضرتك التنبؤ بالحروب ليست له اي علاقة بما يحدث الان انا ممكن اتنبأ هتحدث حرب بس معرفش ايه الابعاد الاقتصادية التي تتأثر بهالدولة اه يكون عندي لجنة قدرة ازمات وكون مستعد لكن اللي بيحصل دي اسمها كوارث غير يعني غير ايه غير ليس لها حسابات يعني ازمة كوفيدنا دي كنا نعرف من اين لكن حاليا احنا لازم نتضرب الحروب اللي بتؤثر الاقتصاد لان مخلاص كل شيء يرتبط بحاجتين اتنين في العالم فقط الاقتصاد والصحة ويعني يا ربنا يعافي جميع البلاد والعباد العالم يدخل وليس على كوفيد نانتين فقط على كافة انواع الفيروسات صحيح فلازم نكون اه طبعا مستعدين ماذا تخبئ لنا الايام طبعا طيب صندوق النقد يا دكتور تامر صندوق النقد الدولي اشار الى انه انت عاش نمول اقتصادي في عام 2021 ان شاء الله سيسمح باعادة الديون الى مصار هبوطي ايه من رأيك اهم العامل التي تتوسلم في هذا التحسن وكمان الزيادة في الاحتياط من النقد الايام ممكن هو اللي خلق شوية القلق عند الناس في الشارع وده فرصة اللي هو تصدف المال عاكر انه هما يعني الالسنة تلوك بعض الخطط انه تم تخفيض لقيمة الجنيه المصري بشكل مفاجئ وطبعا ازمة التجارة العالمية عملت مشكلة التجار كمان اللي عنده بضاعة شايلها وبيبيع بالاسعار الجديدة رغم انه مفيش دورة استرادية فتيجي تكلمه وقولك لأ مهانا راس مالي بضعتي فانا لازم ابيع بالسار الجديد عشان اعوض البضاعة يعني اه اه فانا عايز رؤية حضرتك لهذا رسالة طمؤنينة لما جات حضرتك ازمة روسيا مع اوكرانيا يوم 28 او 24 فبراير الجاري السنة الحالية 2022 حدث ان البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكا عمل ايه رفع على سعر الفايدة 3% فبالتالي هتخرج ايه الاموال الساخلة الهوت ماني ده هيخرج اللي هي المستثمر اللي بيستثمر في كل الورصات في ازول الخزانة في ازول الخزانة خد فروسه وراع على فين امريكا فبالتالي خرج من عندنا كام في شهر واحد 30 20 مليار دولار خرجوا يبقى ده تأثير هل ده بأيدينا كدولة مش بأيدينا ده رقم واحد رقم اتنين الدولار كان لازم يلتفع وده اصلا عرضه طلب ما ناسبته لاليات السوق بالضبط رقم 3 ان هنا المستثمر المحلي او المصري تحديدا لو المستثمر المحلي بيرى ان هو روح اشتري دولار زي ما كان بيحصل الاول وبالتالي هنا اصبح فيه اقبال على الدولار شديد جدا على اعتبار ان هو خايف طب انت خايف من ايه جبت معاييرك دي من اين من معلومات مزيفة للأسف وتنتشر ما بين اهل الشر وليل تؤثر على المواطن المستهدفة طبعا طبعا فانحنا بنطمن الشعب مصري بنقول له ان شاء الله صندوق النقد الدولي شهدته ما قدرش يقولها ان لازجان فيه اصلاح اقتصادي تم واصر تأثير ايجابي لان هو صحيح لما بدخل اي دولة يفسدها ولكن في الامور دي ما بيقدرش لا يقرض ولا يقدر يقول تقرير ان لازجان نسبة صحته لا تقل ابدا عن 95% والدولة الحقيقة لا تتوانى عن تقديم كل الدعم المصدرين وكان لسا معنا مادم ميرلوي بصفة رئيس المجلس التصدير الملابس الجازة تتكلم عن مساعدة الدولة والبنك المركز الحال وتوفيد الاعتمدات وتوفيد الاعتمدات قرارات الرئيس فيفتر الستاشر قرار كلهم كلهم يمسوا المواطن المصري البسيط تحديدا يعودوا عليه ما هو ناسي من ناسي عندها حقير يقين انه يعني زي ما بنقول القيادة السياسية والحكومة المصرية هي على ثغر من ثقور هذا الوطن وعندها هدف واحد بس انه هذا البلد يكون فيه طالية ومقدمة الدول المتقدمة في قدون سنوات قليلة وبالتالي فيه إخلاص وفيه عمل دقو مش حد بشتغل ضد فلازم يكون فيه اطمئنان وندعم هذه الرؤية علشان نعبر هذه الأزمة زي ما عبرنا دايما نقول في كل حاجة كده ايه دليل على صحة كلامي حضرتك وأخيرا يعني اقول لها الدليل يا سيد المواطن الفاضل على صحة كلامي انا وحدك او الشريف مش من شهرين برضو نفس الناس المصريين الجهلاء للأسف البعض القليل اللي بيطلق معلومات مزيفة قال ان هندخل اي سوبر مارك مش هنلاقي حاجة وقال هنلاقي مصر يمكن ده سوط اللي ما حصلش فيها نقص سلع الحمد انا هسأل كل واحد في بيته دلوقتي هو بتفرج علينا حضرتك حضرتك ما لقيتش اكل في السوبر ماركت او محل بقالة او اي شيء في الشعورين اللي فاتو زي ما قال لك الناس زي ما كانوا بتلقوك هذه المعلومات المزيفة لا رقم اتنين حضرتك مصر مرت بازمات كثيرة جدا منذ ثورة 25 لحد هذه اللحظة التي نجلس وعبرنا وسنعبر وعبرنا وسنعبر بإذن الله الدنيا وردي حكومة ان شاء الله هتتفاعل مع طلبات او الستة شكل اللي اخذهم من رئيس عبد الفتاح السيسي وغيرهم وغيرهم وغيرها دقيقة بالزبط 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 والله المستعاد ربنا احفظ مصر شكرا جزيلا الدكتور تامر العرابي الخبر الاقتصادي والباحث بمعهد تخطيط القومي وهذا الحديث عن الاقتصاد المصري بشكر حضرتكو ايضا الحسن المتابعة في ختاب هذه الحلقة بكرة ان شاء الله نشوفكم حلق جديدا برنامجنا هنا مسبيل الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة